فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار صحيح الأخيري كتاب البيوع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الأستاذ الشيماء مستيقظة الآن في الدروس في هذا التوقيت سبحان الله هذا جميل جدا وعائشة عمر أيضا أذهلتني هذه الأخت الفضلة عائشة بحرصها ودأب حضورها الله أكبر أسأل الله أن أشكرها وأن يحسن إليها وأن يدعالها أسوأ لغيريها الله أمين رباه أمين رضي الله عنكم جميان قال بابه البيع قال البخاري بابه البيع والشراء مع النساء يريد يقول يعني هل يصح أو لا يصح قال المصنف حدثنا أبو اليمان نعم محمد الحكب ننافع قال أخبارنا شعيب وهذا سلسلة أنتم تعلمون أنها آمين رضي الله عنك شيء ما أحسن الله لكم رضي الله عنك طلبة الحق وطالبة الإلم رضي الله عنك وأنفى الله بك الأم الإسلامين نعم الله يرزقك لإخلاص يا عائشة حقيقة أسعد جدا بحضرتك نسأل الله للفعلاء أن يشكر لك وأن يجعلك أسوى لغيرك اللهم أمين رب العالمين رضي الله عنك أبا مالك نفع الله بكم الأم الإسلامين التليجرام قال بابه البيع والشراء مع النساء حدثنا أبو اليمان أخبارنا شعيب حكب ننافع عن شعيب قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال قال عروة أمن الزبير وكان عبدا تقيا نقيا فقيا محدسا كما قال عنه ولده هشام أبي كان يسوم يوما ويفطل يوما فعن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله اشتري طوانا ذكرت له ما حدث من بريرة وما اتفقت فيه مع أهلها وأنها كاتبتهم وعن عائشة تدفع عنها لكن اشترطوا أن يكون الحمد الله أن يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتري يعني اشتريها وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق طبعا اشتري هو الشاهد الذي أراده الأخري إجابة عن السؤال في قوله البيع والشراء مع النساء ما شاء الله رضي الله عنك وصال ما أجمل ما تكتبون هذا فضلكم وفيه دلالة على رفيع ينبلكم الله أكبر نعم قال أورو بن زوير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق لما قال لها اشتري فيها دلالة واضحة جدا على جواز الشراء والبيع للنساء ثم قام النبس والسلام من العشي فأثنى على الله بما هو أهل له ثم قال مبالء ناس يشترتون شروطا ليس في كتاب الله من اشترت شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترت مئة شرط شرط الله أحق وأوثق شرط الله أحق وأوثق رضي الله عنك أحمد وفي رؤية قال حدثنا حسان بن أبي عباد وأوثقات الأزبات قال حدثنا همام بن نبه وهو من خيارة الناس قال سمعت نافعا ونافع مولى ابن عمر بل هو أزبط الناس في ابن عمر يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عن أرضاه من السبع المكثرين عن نبي الأمين أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترتوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا قال ما يدريني حقيقة الأمر أنه كان عبدا كما قالت عائشة رضي الله عنه أرضاه السلام عليكم أعتزل لحضراتكم إذن هنا المال مخيري أراد يعني المال مخيري أراد أن يبين جواز البيع والشراء من النساء فأتى بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشتري وتعم في الوقت قال لها اشترت لهم الولاء وكان هذا عقوبة لهم لأنهم تجرؤوا فاشترضوا شرطا يخالف كتاب الله جل في علاه فقال لها اشترت لهم الولاء نعم أردت أن أفعل ذلك نعم أيها الباحث سلامي جزاك الله خير فالحديث في المسألة المسألة الأولى فضل عائشة رضي الله عنه أرضاه ونالما جاءت بريرة وسألتها المكاتبة فأقرت وقالت أفعل ثم بعد ذلك رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفسر منه وكما قلنا أن هذه المسألة متكررة جدا وهي وجوب الرجوع إلى العلماء رضي الله عنك نادر أحسن الله عليك وجوب الرجوع إلى العلماء لا سيما إلى العلماء الرسخين قلنا أن في آخر الزمان يرجعه إلى يطلب العلم من الأصاغر أممكن يكون يطلب العلم من الأصاغر لذلك واجب الرجوع إلى الراسخين فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنه سلم اشتري واعتقي اشتري واعتقي فإن الولاء لمن أعتق فلما قال لها اشترت لهم الولاء العلماء اختلفوا في قول اشترت لهم فقالوا لهم هنا بمعنى عليهم نعم كما قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها فلها قال أي فعليها ولكنه قام النجو سلم ذلك خطيبا وأراد أن أن يهذب ما عندهم وأن ينكر ما هم عليهم ما هم عليه فقام الله أكبر اغلقي خروجي وادخلي مرة ثانية فقام خطيما فقال مبال وأقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الجمهور تمسكوا بهذا الحديث على أن الأصل في الشروط المنى ليس الحل ولحنابلة قالوا الأصل في الشروط الجواز لا المنى لقول المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم وجمون استدلوا بهذا الحديث أن النبي قال كل شرط باطل أو المنى الأصل في المنى كل شرط باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فقيد بأن يكون شرط في كتاب الله وهذا يدل على أن الأصل في الشروط المنى وهذا الأقرب إلا أن يكون موافقا لكتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ثم قال إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق قلت لنافع حرا كان زوجها قال أو عبدا قال ما يدريني لكن عيشة قالت كان عبدا ولذلك كان مغيث يعني يدور حول بريرة يحبها ويريدها وكان زوجا لها لكنها لكنها أبت عليه ما أرادت أن تعيش عمرها بعد ذلك ما عبد وأولادها يعني يكونون عبيدا فالنبي رأى مغيثا يدور حول حول بريرة ويستجد منها ويريدها أن تقبله وأن لا وأن لا تفسخ العقد لكنها إذا تحررت كان لها فسخ العقد فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلطف به فقال قال 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 لها زغوها فقال لها يعني اقبال به قالت تأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا لا حاجة لي به لا حاجة لي فيه ورفضت وتعجب النبي وقال العباس وهذه من رحمة النبي وطبعا التعجب لأنه ما من أحد يحبه أحدا إلا ولا بد أن تكون هناك مبادلة عاطفة لا إلا أن تكون هناك مبادلة عاطفة هذا حق ما يمكن إلا أن يحب أحدا إلا هناك توافق في السمات أو في الصفات فترى الحب يكون متبادلا فتعجب النبي كيف مغيث يحب هذا الحب ويبكي عليها ويمشي خلفها وهي لا لا تقبل فحقيقة أنه سلم أشفق عليه فذهب يشفع لها أو يشفع له عندها لكنها أبت عليه ممكن يقال أنها أبت وليس هذا من أجل الحب والمودلة أبت عليه لأنها تكره العبودية وهي قد كتبت فصارت حرة فلما تربط نفسها مع عبد نعم تركته ولم تقبل شفاعة النبي فيه تأدبت مع النبي فقالت له تأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة تري فيه ولم تقبل شفاعة النبي حسن الله في الفوائد المستنبطة أمين رضي الله أجوب الرجوع إلى الراسخين من أهل الله حسن الإنكار على من خالف قال اشترك لهم الولاء ثم قام فخطب في الناس وبين أن هذه جرأة ارتبطون هل أرسلت درس لا يا صالح الله اهديك يا صالح الله اهديك يا صالح أسلوب الحصر والقصر إنما الولاء لمن أعتق هذه الفائدة الثالثة ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسق الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص رية ربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا